نكسة سياسية مونية بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية مع فقدانه الغالب المطلقة في الجمعية الوطنية ما سيعقد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقق فيها اليمين المتطرف واليسار اختراقا كبيرا سيتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل لولاية ثانية أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة وخسر التحالف الذي يقوده ماكرون غالبيته بحصوله على مائتين وخمسة واربعين مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسمائة وسبعة وسبعين مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية ويعني ذلك أن تحالف معا بعيد جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة التي يجب أن تضم مائتين وتسعة وثمانين مقعدا وفي مفاجأة غير سارة لمكرون فاز تحالف اليسار بمائة وخمسة وثلاثين مقعدا والتجمع الوطني اليمني المتطرف بتسعة وثمانين مقعدا وفي أول رد فعل من حكومة ماكرون على نتيجة الانتخابات قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي فشلت في منح الغالبية لأي حزب تشكل خطرا على البلاد لكنها تعهدت أن يسعى حزب ماكرون لبناء تحالفات فورا وبحسب محللين فإن نتيجة الانتخابات قد تحول دون استكمال تنفيذ ماكرون لمشروعات القوانين والخطط التي تبنها سابقا مثل رفع سن التقاعد